في إنجاز تاريخي البطلة المعجزة هانا جودة لعابة النادي الأهلي تتوج بكاس إفريقيا لتنس الطاولة في نيجيريا متفوقة على عظماء القارة وتتأهل بالفعل لبطولة كأس العالم اللي هتقام في الصين مبروك هانا بنت الحقيقة فلتة معجزة يعني تتدرس ويتامن عليها كتاب وبتقول دايما إنه في وسط المئة مليون عندنا نوابغ وفي وسط المئة مليون عندنا معجزات وفي وسط المئة مليون عندنا فلتات هانا جودة بنت صغيرة جدا في السن بتقدر تفوز على كل الأبطال على كل العظماء على كل الأساطير في لعبة التنس الطاولة وتوصل لبطولة كأس العالم وأتمنى في كل الرياضات زي ما نجح الأهلي في تقديم هانا يكون عندنا القدرة على إن إحنا نقدم بالذات في الألعاب الفردية لأنه أخذوا بالكم على خريطة يعني طبعا الكرة القدم هي الكرة الأكتر شعبية على مستوى العالم والكرة الأكتر والرياضة المفضلة أو المحببة والأكتر جماهيرية وشعبية ومتابعة لكن الإنجازات عشان نحقق عشان متحكش على نفسنا عشان نحقق إنجازات على مستوى عالمي في كرة القدم أو في اللعبات الجماعية قدامنا مشوار طويل قوي وصعب لكن نقدر بسهولة جدا 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 نحقق ده في الألعاب الفردية نقدر نحقق ده في الألعاب القتالية في الجودو في الكاراتي نقدر وقد كان في الأولمبيكس في توكيو شوفنا ده هانا في تنس الطاولة وغيرها من الرياضات بس أتمنى الحقيقة إن أولادنا ياخدوا بس الفرصة وإن العيون اللي بتكتشف وبترعى وبتعلم وبتدرب وبتخطط وبتكبر يبقى عندها الرؤية والإمكانيات